إبداعات الشباب وبنات الكويت لا تقف عندها حد ومثل ما يقولون الحاجة أم الاختراع من هنا المخترعة حوراء القلاف بتكرت جهاز خاص وخدم الكثير خصوصا لعديمي السمع وهذه الفقرة سنتكلم مع حوراء القلاف تقول وائد قابلوني وائد تكلمت لكننا نفتخر صراحة بوجودك نمسي عليك بالخير مساء النور ومشكرين على الاستضافة الله يسلمك إن شاء الله تريد من مقابلة إلى مقابلة نحن نركز حورها مثل ما يفتخر فيه حتى في برنامجنا بالكويت نقابل الشباب الكويت وبنات الكويت الذين لديهم إنجاز لديهم شيء عملي يفادوا في العالم كله سنتكلم عن اختراعك أرحب بكم مرة ثانية ومثل ما تفضلت أن الحاجة هي أم الاختراع أنا واجهتني مشكلة بأسرتي بنتها وزوجها في معاقة الصم البكم فأنا فكرت إذا صار عندهم طفل حديث الولادة شم كنا ما يتعاملون معه فأنا فكرت أن أسوي جهاز هو عبارة عن جهازين لاسلكية منفصلين أول جهاز يكون عبارة عن سماعة تنحط بالقرب من الطفل وثاني جهاز يكون سوار أحد الوالدين المعاقين يلبسه في الإيد فعندما الياهل يبشي ويصدر أي صوت هذه السماعة تلقط الصوت تحول إلى اهتزاز وضوء بالسوار فعلى حسب الحالة النفسية المر فيها الطفل يعطي اهتزاز معين وضوء معين فمثلا إذا ضحك يعطي لون معين وإهتزاز معين بنتها نفس الطريقة وكل اهتزاز لها يعني طريقتها المعينة وقوتها وغيرها يعني ما شاء الله طالع عطيتيهم الأحساس في شعور حتى الولد كان يبجي كان يضحك يعان يبي شيء وهذا الاختراع كان متأيسنا أنا اشتغلت عليه كنت بالمرحلة الثانوية كنت بالثانوية العامة وشاركت فيه أول مرة مسابقة كانت في الإسكندرية والأمانة لهم شاركت فيه يعني ما توقعت نهائيا أني أخذ فيه يعني أي مركز اللي بس شاركت فيه لمجرد المشاركة أن أبي هالفكرة هذه تنعرف وأحادي تبناها لأن كان الهدف أني أبي أخدم هالفئة هذه فأول مرة شاركت فيه عام 2011 بالإسكندرية والحمد لله وفقني أخذ فيه المركز الثالث على مستوى الوطن العربي نعم ما شاء الله وطبعا سويت إجراءاتك كتوثيق براءة اختراع والمشروع ما شاء والغريب بأن الاهتمام دائما يعني وللأسف يعني يحصل بأنه يأتي من الخارج قبل دولتك يعني أمريكا دقوا عليك قالوا لي اجتع عليك هو ما صارت هذه الطريقة أنا عقب مافزت بمسابقة أنتل اللي كانت فيه الإسكندرية شاركت عقبها بمسابقة في لندن خذت فيها المركز الثاني على مستوى العالم بعدها شاركت في مسابقة أنتل للعلوم اللي كانت في أمريكا المسابقة شوية يعني دسمة لأن أنت تنافس أكثر من ألفين بحث علمي فكانت المنافسة قوية حتى أذكر أول ما يعني اشتركتنا فيها كانوا قولوا لنا ترار يعني لا توقعوا أنكم تفوزون بس أن نشاركوا عشان تعرفون المسابقة يعني شون طريقتها هل يحبطونك؟ مو يحبطون بس أنه يعني بس أنه يبت مركز الثاني يبت مركز الثاني على مستوى العالم هو مو يحبطون بس لأنه كان أول مرة دولة الكويت شارك به المسابقة هذه ومعروف من هذه المسابقة أنه يعني ما شاء الله وائد قوية فقالوا أنه يعني إذا ما فست وما عليه ولا تنحبطون وغيرها بس اللي أذكر يعني سمعت كلمة من أمي ومن أبوي قالوا لي اللي أنه فيه أول مرة حك كل شيء يعني مو لأن كان يبلوش ما فازه وأول مرة يشاركوه معنات أني ما رح تفوزين وشاركت بالمسابقة يعني كانت المنافسة جدا قوية الحمد لله يا رب الحمد لله ووفقني خذت فيها المركز الثاني على مستوى العالم عقوبها تبنتني الجمعية الأمريكية ومشاء الله كنت خايفة من هذه المنافسة وقالوا أولوش ما تتوقعين أي مركز وخذيتي مركز الثاني على مستوى العالم وخذيتي لقب كأصغر عضوة مسلمة وعراضية في الجمعية نفسها نعم طبعا كان أصغر عضوة عربية ومسلمة في الجمعية الأمريكية العلم الصوتية ويشرفني صراحة هذا اللقب خصوصا أن أنا من دولة الكويت كويت تتشرف فيك بهذا طبعا قبل أن يكون هذا اللقب شرف ليه شرف لديرتي الإنجاز ليس فقط الإنجاز أنا أشوفه بالنظرة الأولى أنه حق ديرتي وهي دولة الكويت لأن لو لها الديرة هذه أنا لا كنت أحصل للإنجازات هذه كلها ومهما يصير ومهما يزعلوننا يضايقوننا بالأخير هذه ديرتنا وردينا كويتيين وإنجازنا بالأخير ينصب إلى الكويت الرعاة منه كانوا في بدايتك؟ في البداية كان الناد العلمي نعم هو داعم لي وما زال هو داعم لي يعني الناد العلمي أسسني بطريقة صحيحة أني أقدر أشارك فيه مسابقات عالمية حتى لما كنت فترة إعداد الاختراع أو أن كنت أحتاج أن يكون معي ديكاترا ومهندسين يعلموني كيف أقف جدام محاكمين كنت وقتها طالبة بالثانوية فما أعرف كيف أقف جدام دكتور بالجامعة وأناقش باختراع يعني في الوقت تطلع وتستانس وأنت جاب لها العلم والأجهزة هذه الحمد لله أنا كنت أحب الشيء ما زلت أحب الشيء اللي أنا أسوي الحمد لله فسهلوا لي هذه الطريقة أهلي داعم الأول والأساسي لي الحمد لله يا رب كانوا واقفين معي بكل خطوة وما زالوا للحين أن يشجعوني وأستمر على الطريج اللي أنا ما أشعبه ما قالوا أنك بلاء بنتي ركزي على دراستك وشوفي شغلك وخلي عنك هذا بلا الدراستي أول شيء بس هم الإنجاز حلو في وقت الدراسة يعني حلو لما الواحد يكبر بالعمر يكون عنده إنجاز بعده يكمل بالدراسة بالتأكيد والآن من هو الرائل السبونسور حاليا الجمعية الأمريكية والمصوتية هم هم اللي راح يتكفلون بتصنيع الجهاز وأنه يكون كمنتج يباع بالأسواق بإذن الله ممتاز إن شاء الله نرى المنتج هذا موجود في الأسواق إن شاء الله عن قريب بإذن الله إن شاء الله يتسهل الأمور وإن شاء الله يكون عن قريبا ولم تتسهل الأمور الآن الاتصال إلى الجمعية بشكل مباشر هل هو الآن هذا شغلت معهم هل هو هذا الآن الذي قاعد تمشين فيه حاليا إيه أهمة بين فترة والثانية طبعا الاجتماعات تصير أونلاين نعم بما أن أنا ليس متواجدة بأولاد المتحدة الأمريكية فتصير في ساعة اجتماعات أونلاين يعني ما هو آخر الأشياء لتصير حتى مثلا آخر الأجهزة لتصير فإن يكون بيننا تواصل ممتاز الآن يصبح هناك طمع مننا حتى نحن وأتوقع حتى أنت تسوي شيء ثاني فهل هناك أفكار معينة بالك للإنجاز؟ أكيد هناك أفكار لكن مثل ما قبل اللقاء قلت لك أننا فترة كورسات التخرج مجهولة بالدراسة والدراسة الآن لدي شيء مهم أكثر أركز عليه غير الأشياء الثانية لكن إن شاء الله فقط أخلص من دراستي لا هناك مشاريع عديدة ومجال دراستي إلى الآن لم أخلصت دراستي لا ما شاء الله صغيرة في العمور وصغيرة في العلم لكن ما شاء الله قدرت أتسوي شيء كبير وفي ذلك الذي فعلت أعمال إنساني ومن يأتي ما شاء الله كان فيه تكريم كثير لك خصوصا من حضرة صاحب السمو كان فيه تكريم مقابلة لك كلمين عنها التكريم كان أن صارت فيه مجموعة من الكويتين المبدعين كانت فيه زيارة لسمو الأمير وكنت ثاني مرة أقابل فيها سمو الأمير أول مرة كانت فيه تسليم الوثيقة للمشروع الوطني للشباب وثاني مرة صارت عنده في القصر كنت جدا سعيدة كان أسعد يوم بحياتي وكان حلمي أن أنا أقابل سمو الأمير وأقول له أن هذا إنجازي لديرتي ولك أنت يا أبوي فكنت جدا سعيدة حسيت أن هذا الاختراع وصلني حق الشيء الذي كنت أبي أني أقابل سمو الأمير أيضا ولي العهد طبعا أكيد هذه فرحة حلوة وانتمنى دائما نرى الإنجازات الكثيرة الإعلام هل كان لدور بإبرازك أكثر ومشروعك؟ الحمد لله كان لهم أكثر من تلفزيون اليوم الصرف كان لدي مقابلة بالإذاعة وحتى المقابلة التي سجلتها إن شاء الله ستشارك في مهرجان تونس الحمد لله لم يقصروا وكافي أن عندما أتحدث أتحدث أن هناك أشخاص تقول أنت شجعتين أن يصير لدينا مشاريع وغيرها فهذا الشيء يسعدني أن نرى شباب في الكويت أن يتطورون وقدمون أفضل ما عندهم نعم نحن نفتخر جميعنا حوراء القلاب وإن شاء الله نراك في أعلى المراتب بإذن الله شكرا لك وجودك معنا في برنامجنا في الكويتي أما مشاهدين فنحن مستمرين معكم بعد الفاصل شكرا لكم